فالأقدار المؤلمة في الحقيقة لا تفزع ولكنها تفيق تجعل الإنسان يفيق ولو خفت من عدم التوفيق وإنت في الأقدار المؤلمة دي يبقى أنت بتسيء يتظن بالله لأنك سنت أن الله يتركك والباقي معك ما ودعك ولحوالنا نبحث عن أصل المشكلة في سهولة التصدع اللي جوانا ده اللي أنا بعبر عنه بهشاشة الباطن عناعرف أن احنا عندنا سيولة في فهم القضاء والقدر ما عندناش قدرة أن احنا نفهم بشكل صحيح القضاء والقدر فأن احنا مش فهمين أن القضاء والقدر بيأخذونا إلى الخير في الدنيا والآخرة فأنا بسمي القدر كتاب توددات الله سبحانه وتعالى كتب بمداد من ألطاف الله فكلما تقرأ في كتاب ألطاف الله اللي هو سمي بالقدر تجد أقدر الله مكتوبة بمداد من اللطف وبأقلام من الود فلازم تتعلم التفويض اللي ما تفهموش اعرف أن فيه خير وانت ساعتها هتلاقي الخير اللي ما تعرفوش فوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى وإن اللي حاصل واعلم أن الله سيتحمل عنك فيه ضره وأنه وينقلك إلى أفضل حال والقرآن بيحكينا عن نموذج من أهم النماذج في التفويض واحد مؤمن من آل فرعون لما قال فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد إن الله بصير بإيه؟ بالعباد فوض أمره لله خلاص وفمهلكة فكانت النتيجة إيه؟ فوقاه الله سيئات ما مكروا نجال الله سبحانه وتعالى نجال سبحانه وتعالى بإيه؟ بتفويضوا الأمر لله هذا الكلام ده كله هو اللي بيغير حياتنا لأنك أنت لما تعتقد إن في شيء جميل خلف القدر وداخل القدر ويسكن في القدر لأن الجميلة كتب الإحسان على كل شيء فتعرف إن فيه فرص حتى في الشدائد فرص إن أنت تبحث عن مداخل جديدة فرص إن أنت تتعلم أشياء جديدة وفرص إن أنت تبقى عندك أمل في ناس بيينسوا الأمل لأنه يوم ما حيشين في رغد وإنك أنت لابد إن أنت تواصل فعليك إن أنت ترى في كل محنة منحة وترى خرف الأقدار أنوار هنا بقى هتعرف إيمة القدر اللي ربنا أجرع عليه طب نعمل إيه بقى؟ إزاي نخد تجربة العيش بسلام التفويد؟ أول حاجة أول حاجة إن إحنا نعرف إن البلاء موكل بالمنطقي يعني إيه إن البلاء موكل بالمنطق؟ بالمنطق الكلام يعني؟ لا إن البلاء موكل بالمنطق كمان منطق الجنان بالتفكير لما تفكر في الأشياء السيئة هتجرب على نفسك الأشياء السيئة ولذلك حتى في الدعاء الرجل لما قال يا رسول الله ادعو الله يا رزقني الصبر قال فقد سألت الله البلاء يعني فكر بطريقة جيدة دايما فكر بطريقة جيدة لما تتعود وتدرب نفسك على التفكير بطريقة جيدة هتجد نفسك إيه؟ سهل إن أنت تعيش بسلامة تفويد فتجد الأشياء الجيدة وإذا حدست الأشياء السيئة لم تراها سيئة هتراها إن فيها فرصة حتى دوت اللي هتعلموه للناس حتى ده اللي بيقولوا الناس في الإدارة لما يجوا في الصوات أنالسس بيقولوا الشاطر اللي بيحاول التهديدات إلى فرص طب يا عيه يحصل ده إزاي لما يتعود إنه دايما يقرأ بالجمال لما يتعود دايما يقرأ بالقراءة الحسنة حضرت نبي مرة على شاء ميتة لميمونة فقال لهم إيه؟ هل لن تفعتم بإيهابها؟ فرأى إن فيها فرصة رأى إن فيها نفع رأى إن فيها خير ومع إنيها شاء ميتة نافقة فإلا حاصل فالمسألة ليست إن أنت تأتي للأشياء كما تريد إن الأشياء ما تجيلكش زي ما أنت عايز ولكن أنت تأتي الأشياء على مراد الله الذي هو أعم وأحلى من مرادك وإزاي حضرت النبي بيقول إيه؟ عشان نفهم ده نفهم إزاي نتعامل مع ما نزل علينا من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله أنزل بالله يعني إيه؟ أنزل بالله حتى لو هو مش عارف إيه معناها؟ فويوشكوه الله له برزق عاجل أو آجل حيات تانية اللي إحنا لازم نتعودها بقى نتعود على شيء مهم جدا جدا نتعود على إن في هذه الأقدار ألا نتوقف عن العمل لا ليس هناك مفوض يتوقف عن العمل المفوض يستمر في العمل ما كان للأي دامة واتصل ولذلك في بعض الأشياء لا تفهم معناها إيه اللي حاصل؟ لا تتوقف عن العمل أكمل عملك أكمل عملك لأنك تفوض أمرك إلى الله إن لله وإن إلي راجعون فاستمر شوف راجعون فيه ماشي فيه سير فأنت على طول مهما أصابك من شيء استمر لو كنت مفوضا استمر في عملك الحاجة اللي بعد كده ودي شيء مهم جدا أن أنت دائما إذا كنت مفوضا ولا تعلم تعلم واسأل إذا كنت لا تفهم اسأل لكي تفهم يبقى ده تالت إجراء